أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على سرعة نقل اللاعب أشرفولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة لللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام والذي يعاني من فشل كلوي ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيدا لإجراء جراحة زراعة الكلى أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنصيق على سرعة نقل اللاعب إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي نظرا لتوافر التخصصات الطبية لحالته ومن جانبهم وجهت أسرة اللاعب الشكرى للسيد رئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة للمناشدة التي تقدم بها الحفظ لله كرار الرئيس جي في الوقت المناسب وجينا على المستشفى هنا لدينا الاهتمام جامد جدا ولدينا رعاية كويسة من أول ما جينا بصراحة استقبلونا تحت واخدوا عملوا كل الإشعاعات تحاليل دخلونا الأوداء اهتموا بكل التفاصيل اخدوا كل البيانات الخاصة به ومشاء الله يعني كل حاجة كويسة طبعا بنشهر فخامة الرئيس على اهتمامه بالكابتن وبالرياضة وبحالة الكابتن أشرف وبنشكره جدا جدا وبنشكر كل اللي تابوا معنا كما أشهدوا بالرعاية الطبية المتكاملة التي تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة سحكم النوم النهاردة مكالمة يلا النهاردة هتبقوا في المستشفى لأنه ما فيش انتظار لحالة أشرف حالة أشرف رفايس نفسه اللي وجه بعلاجها وهتتوجهه النهاردة على مستشفى الموادع العسكرية اللي بالمناسبة استقبلتنا أفضل استقبال أنا مش مصدق أصلا الوضع بصراحة من أول ما تخلنا الحج ما بدأ دلوقتي يبتدى يبقى فيه متابعة لحالته بشكل كبير من الأول قوات المسلحة اللي عايز أوجه لها الشكر وطبعا للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي فورم علمه بالموضوع وطبعا توجه لمساعدة كابتن أشرف سيادة الرئيس تصرفاته الإنسانية دي تخلينا معلش يعني ندي له كل احترام وتقدير وربنا يعينه على اللي هو فيه وأنا بشكره كابني من أبنائه وبقوله ربنا يأويك يا سعادة الرئيس على اللي أنت فيه ويدي لك القوة في كل الاتجاهات والله والله وأنا بتكلم من قلبي أن أنا مبسوط جدا باهتمام حضرتك بيه يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عاليا خفاقا في مختلف المحافل الرياضية اشتركوا في القناة